أهلا وسهلا حبايبنا متابعين قناة عالهامش بالجزء 12 من أخطاء هندسية كارثية نورتونا طبعا اللي ما بعرفهاي السلسلة منحط صور مننتقدها منضحك عليها شوي وشكرا لكل واحد أرسلي صورة ومثل ما وعدتكو بتنزل الصورة باسمك وحسابك هون صلوا عنا بيا جماعة وخلونا نبدأ طلع على البرندة وسكر على حال الباب ونسي حاله برا ومعين صوروا وولاد الحارة كلهم عم يضحكوا عليه ويا حبيبي ذا ما في حدا بالدار عقد ما حتينا على عمدان الكهرباء اللي فايتات بالبناية وكنا نقول أياب الأول العامود والله البناية صهيب راح صورنا واحد شخصي مشان ما حدا يقول فوتوشوب قد ما قربتوا على الشبكة مش راح تستفيدوا لأنه كلمة السر معي في طرق كثير للبخ مثلا تحط كرتونة وتحط عليها الشغلة اللي بدك تبخها تدهنها وفي مثلا تحط مدة وفي مثلا انك تكمشها وتندهن مع الشغلة اللي بدك تدهنها يعني حجي يطول بها لك علينا شوي يعني بجوز السكة اللي رايحة ملغية أو بجوز التقاطع ملغي وبجوز الثنتين ملغيات بس مش هذا اللي هامني وين بيعين الخردة عنكو أخباعي لوان هنا بحارتنا كان صار لما بيعاد تذيل لما تكون teamed تقرأ هندسة مدنية وأبوكي قاريك هندسة ديكور غصبن عنا كاش بيطلع معاك وكمعان هاي الصورة ماسروقة ماسروقة من العماره الرومانية ونطالب عزه بانهاء ظاهرة انهاء السوالف بالحمامات وما عش بدنا مرحضين بنفس الحمام خلص بتقعدوا بالصلاوان بتسولفوا الحمام بس لا واحد لا مورقا لا 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 اخيرا اعرف التظول العمدان اللويش واني بحثت ودورت ولقيت تخيلوا انه مرة وزلمة متزاعلين فبتقدر تعتبر هاي المرة والمي اللي جاي بتدفوت الزلمة وهاي الحماية ما نعيدتم يتواصلوا مع بعض انا بتوقع انه هذا شرط انه يقدر يفك الارضية ورشبها بدون ما يشيل المقعدة وبتوقع فاز بالشرط لانه فعلا فعلا انه فنان بتوقع انه كان عنده صالة كبيرة وبعدين قرر يفصلها يسويها عدة غرف فلما وصلها الناس يحسب حساب المروحة اجت الصيف شغلوا المروحة صار اللي صار هالساعة فيه ناس ممكن تعتبرها اهانة لحقوق الحيوان وفيه ناس بتقولها الاحمار المسكين وفيه هايش انا شايف هالزلمة انه بديو خلص باي طريقة خلص عليها شغل بديو خلصوا بس شكلوا بس بديو يمسح الفرشاية عم يمسحها بالاحمار بدك تسوي شاي بسيطة بتجيب صخان قديم مكواية بوت صحن مكيتة بتطعج المكيتة بتتحش الصحن بتثبت المكيتة بالبوت واستمتع بطعم شاي لبتون اذول اصحاب المبادئ اللي حتينا عنهم بالحلقة الماضية يعني تخيلوا لازم يحط باب حتى لو ما فيش سور المهم الباب المهم المبدأ يعني لما بدك تقطع العلاقة مع حدا بس انت بتحبه كأنه هاي قصيرة يعني على انه تحجز على اي حدا لا تكبروش الموضوع انت بتقعد هون وبتقعد ابنك كون مشان تحجزوا اني ذكرتوا كبه الزهراء مشتاقة والأفقوا طلقوا ووجهوا الأرضي قدراقة يعني بعبرلكوا عن حالة الكرسي الحزين اني فهمتوا عن الغلط يعني بتقعد هون رجليك ما بطولة للأرض فحطيلك المقعد الثانية مشان تسند رجليك عليها حمسات حول شو الغلط بهاي الصورة بياناتنا بس لا تجيب يصير للشباب مش حنابل بأي حال من الأحوال ان الجامعة تتورط ستبقى مريبة وحقيرة زي يعني فوق ما هم حاطين الكوكراسي ومغلبين حالهم خلص انت تكمش مليح وما بتجعش هاي مثل برنامج قبل الكارثة هاي سحر الخص راح تروح بالفعس بس المصور لح حاجها العامود عجد ما هو آكل ذربات شوف شلون مهتري نصه التحتاني يرسم الخط اللي على اليمين أكيد كاين سكران أكيد يعني وين الغلط الطريق بيبلش هون وبنتهي هون ووصل هن الزلمة الغلط الوحيد انه هذا المطرح ضيق على عرباية أما الدراج باقي الأشياء كله الأمور تمام هون ما بمشيش الحال بس تروح تخضب من عند هذول الجماعة تقولهم انا جايكو من الباب ما نطوطش من الشبابيك لأنه جباري الفوت من الشباك شو متطور معاكو الأمور بطلت تحطه بس عمدان على سكك الحديد صرت تحطه كمان محولات كهرباء كان بيقدر يزيح الصخرة شوي بس أبدا إلا أنه يسوي طريق لو ما حداش رح يستفيد منه المهم بيسوي اللي عليه طريق مستقيم لازم اللي بدو أجرك الشقة يسألك بدك الشقة بلا برندات والله موجود برندات بلا فائدة طيب إذا منفكهن عن بعض تطفي الكهرباء العاد الطفل بس يزحلق ايه طج ايه أما هون بيزحلق ايه طج خالص هون رفيقك ما بسترجي يقولك تعال نتمرجح بقولك تعال نقعد لأنه بس نقعد بس نعمل سلسلة ألعاب العقل منفسر هاي الصورة تتذكر صورة الحمامين اللي قدتلكوا مشان تشملوا سولافتكو فيها هذولة جماعية حرام بس عندهم حمام واحد فاضطروا يجيبوا كراسي مشان يشملوا السولافة المهمة تفرض هاي غرفة نوم غرفة نوم أولاد والحمام والمطبخ طيب وين الدرجة اللي ما نطلع فيه على الطابق السابع مثلا هذا الزلم بينقل الطوب بثلاجة مشان يجيب لك يا تازة أحييك أحييك ولا تجيب بكم تخليه يأخذ منك من وسط البلد على أيدون خمس دنانير هاي الصورة حطينا منها كثير لكن حطيتها هالمرة بس مشان كل اللي قالوا المرة الماضية عادي تكسر بالعامود هون الغلطوا نهم علقين قم يصوم على الباب حدا يظل يعلقوا مصان على البواب شرقاوي بيسأل انه هاي بلاها خلص وسعوا الباب لكن انا شايفة عادية الصراحة جد جد عادية مش قهفة مسخر هي شو لنجارة اقياسات وخشبب كفا خشبب عماد فراجين والله مع أزمتها الغاز والغلاء كنا لازم نسوي هاي تركب الرز والفاصولية وبريق الشاي اللي بعد الغدا يعني ولا تشتري بربيش بنص دينار اشتري ثلاث قناني كولا شربهن وسوي هالطريقة وهاي صورة ثانية لجماعة عادي نكسر بالعمدان عادي مو بس واحد يسألك شو عملت بورسة امك اللي خلطوها من اخوالك قلوا عمرت بناية هذا عمار قديم يعني تقدر تعتبر انه قول ما يخترعوا المهندسين فانتقدرش تعتبروا اخطاء هندسية صرت صورة مثل هاي قلتولي مستحيل يكون في دراج مثل هاي اكيد فوتوشوب وهاي اللي متصورة معاهن اذا كنت سايق بوشكليتة خلص ما بكفي لا تصير نظامي على هذا الطريق هما رافعينو هالقد بس عن الولاد الصغار هسا فيه اكس بوكس وفيه بريد هذا اسمه كيس بوكس يا جماعة يلا عن عرض الفراغ العاطف يشو بسوي بالشباب اكيد العرباية الجديدة ما بدوش يخربها مشان شوال قمح لما تكون تدرس حقوق وتشيل مادة الثقافة ورفيقك يشيل مادة القانون فيه لنا رفيق كنا ننظفه هيت بس مش شعراته كنا ننظف سنانه لتونس الخضراء الف تحية وقمة الإبداع كمان هاي لما معلم التنجيد يطلب منك سعر غالي هايش بتعمل سي بلا صورني انا رفيقي هالصورة عالسريع اهم واحد هاذا اللي فوق ادفش ادفش الله يعطيك العافية وظلك تروح المحلات وقوله لك هاي بميت دينار وهاي بعشرين دينار قمة الإبداع اكيد الموضوع مهم او سري لحتى بتحشي بموبايلك جوه الكلبة تبع التليفون تقبلت كل انواع الحمامات اللي وصلتني لكن حمام بالمطبخ ايفون كل اصدار بزيدوا كاميرا يمكن هذا ايفون 17 برو ماكس لما حاول ازبط مستقبلي بس ما تكونش عندي الادوات المناسبة نظامي هاذاني لما تبعثوا لي صورة وظن يصافم فيها ساعة بس مش فهمانها وقفي جلي واطلع يبدأ فوت اشخ نظامي هاي الصورة هيش بتعبر لما ابنك بيتعلم مصلحة ثانية وبدك تعلموا اياها خاوة هيش بيطلع الوضع يا حرام فلانة ترملت عبتشير نظامي الزلم بعيش وقل من النسوة مشان هيش بدك مروحة بس جيب ثلاث زلاجات ولزقهن بعض وعلقهم بالمروحة القديمة اخيرا لقينا طريقة اصلاح الشفرات المكسورة تقول ما لتشي صير عازف لانه القيتار سعره غالي عمله بحبة شيبس ابداع قمة بالابداع واول باب بيخرب عندي رح استخدم هالطريقة بس دشتري له بوسكليتة بالاول لما تلعب لك لعبة شي خمس ساعات قيم وبعدين تطلع ترشب البوسكليتة هيش بصير الوضع نظامي لما تقول لابوك بدي اواعي ويقول لك دبر حالك يعني عالدلال والله ان هالدراجة بتشهيك تسوقها صلى تقول عندي كنا باية خربانة عمي اللي بدو صلح بيصلح بدبر ومورو طبعا يا شباب لا تنسونا من اللايك تشتركوا بالقناة فعلوا جرس التنبيهات وشكرا لكل واحد وداننا صورة او اي حدا بحب يدزيلي صورة يبعثها على انستغرام واكتبونا رأيكم بالتعليقات اهم شي ووصلونا للمئة الف عاد وبس سلام حبايبنا لا تنسو تشتركوا بالقناة وترنوا الجرس واعذرون على المونتاج السيء لانه هو جوال واحد للتصوير والمونتاج والتحميل والتسجيل والطبخ والغسيل ووصلوا الولاد على المدرسة وبجيب خضره ودخان